جاءت تصريحات دودورتي في مؤتمر صحفي يوم الأحد الماضي حيث اتهم الولايات المتحدة بممارسة الضغط عليه بشأن ما يسمى بقضية التحكيم بشأن بحر الصين الجنوبي مؤكدا على أن الفلبين لن تخوض حربا مع الصين بسبب النزاع البحري مضيفا أن بلاده لن تقف إلى جانب الولايات المتحدة لو أرادت الأخيرة حربا وذلك رغم وجود اتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين لن نوافق على ذلك وممكن أن نكون استقاع مع الولايات المتحدة لكن لا يجب على الولايات المتحدة أن تضعنا في موقف مخرج قد يدر بالشعب الفلبيني بشكل خطير وكيف سنواجهه حينئذ وكشف دودورتي عن أن الجيش الأمريكي ينقل أسلحة لتخزينها في الفلبين بشكل دائم مؤكدا على أن ذلك يهدد استقرار المنطقة ويخالف الاتفاقيات المعنية بين البلدين في مجال الأمن إن الولايات المتحدة تنقل أسلحة إلى مقطعات بلوان وكاجياندو أورو وبنبانكا في الفلبين وأنا من هنا أوجه تهذيرا للجيش الأمريكي لا تفعل ذلك ولا أسمح بذلك هذا وقال وزير الدفاع الفلبيني دارفي لورنزانا يوم الخميس الماضي أن الجيش الأمريكي سيبني مخازنة ومعسكرات وغيرها من المنشآت العسكرية في خمس قواعد عسكرية بالفلبين ابتداء من هذا العام وذلك بموجب اتفاقية تعزيز التعاون الدفاعي الموقع بين البلدين في عام 2014 وأعرب دودورتي عن معارضته إثر ذلك باعتباره مخالفا للقانون الفلبيني وضف أنه سيقوم بمراجعة هذه الاتفاقية ومن الممكن إلغاؤها إذا أصرت الولايات المتحدة على القيام بذلك